دكتور أنت رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية بالكويت يعني أنا سويت بحث عندنا حوالي 150 مبرة و60 جمعية خيرية حوالي 210 جمعية ومبرة يعني معنيين في جانب الصدقات والزكاة والعطاء ويعني هالأمور هذي ليش يعني دخل دكتور عثمار خميس في هالجانب وأنشأ جمعية جديدة ماذا يقاصر المجتمع أن نضيف جمعية جديدة؟ نحن نقصنا جمعية كالجمعيات السابقة لأننا لم نكننا بجمعية أصلاً نحن كان لدينا طلب علم نشر طلب العلم بس وكنا ندرس في المسيد دروس علمية في الفقه العقيدة الحديث التفسير في اللغة العربية التجويد قلوب شرعية كنا ندرس في المسيد لين صار عندنا اللي هو الوزارة في ذات اللغة يعني لازم تكونون تحت مظلة نحن نقوم بمدرسة اسم ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء يعني اصطلاحاً اصطلاحاً لا يوجد شيء مادي لا بالمسيد فالمهم الوزارة ألزمتنا لازم نكون تحت مظلة فرحنا حق جمعية النجاة كنا نصير تحت مظلة أساساً أن نقدر نشتغل وما توالبنا معاهم في قضايا إدارية وكذا لا علاقة بالفكرة لا 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 فطلعنا رحنا مبرة الكتاب والسنة هم نفس الشيء نعم نبي كذا هم ما توالبنا معاهم يعني لم نقعد نأخذ حريتنا وراحتنا في نشر العلم كله في الجانب الإداري كله في الجانب الإداري وآخر شيء قررنا أن ندخلنا نحن نمت جمعية وروحنا وخلاص نشتغل نحن نشتغل ننشر العلم نبي كذا فإلى أن هذا دخلنا مع جمعية بصائر جمعية الثالثة يعني صار أحسن حالاً طبعاً نعم نوعاً ما لكن أيضاً هناك أشياء لحين نوعاً فالحمد لله خلال الفترة طلعت الموافقة على إنشاء جمعية طبعاً ليس حالياً مع دكتور خالش جاء دكتور عدل مطيرة دكتور محمد الفزيع زين ففكرنا في هذا الموضوع بجدية والحمد لله وافقوا على الجمعية بس على أساس نورة الأنبياء وعلمية وكذا لما فتحنا الجمعية قلنا ليش ما نتوسع أكثر ليش طلب العلم من الكويت ليش ما نصير بره وإلى الآن هو توجهنا علمي مية مية يعني في يوم أنشأنا الجمعية صار توجهنا علمي ثمانين بالمئة في الجمعية شغالها علمي عشرين بالمئة إغاثي لفنطات صدقات وزكاة وهذا الأمور إنها كوسيط نحن بين التجار والفقراء كذا ونساعدهم عشرين بالمئة ثمانين بالمئة علمي لكن لاحن مرتاحي تبعون أن تخلونا أمية بالمئة؟ خليناها خليتونا أمية بالمئة أمية بالمئة أمسون والحين جمعية إنسان أمية بالمئة لها علاقة بالجانب العلمي والشرائي إنسان متميز إخراج إنسان متميز أو تنشئة إنسان متميز لماذا لم تقوموا بجامعة؟ إن شاء الله مستقبلاً لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا جمعية خيرية؟ بس هذي بنا مكانات طبعاً وفلوس وكذا هذي البداية إن شاء الله إن شاء الله طيب تركزون في جمعية إنسان أن أنت والجمعية الوحيدة في الكويت التي لا تأخذ مصاريف إدارية؟ مرة تقلي واحد لماذا تقولوا أننا الجمعية حتى لا نأخذ نسيت أي جمعية قلت لنا ما قلنا أننا الجمعية الوحيدة هذا اللي يسوق قلت لنا ما قلنا أننا أعطني إعلان واحد لنا قلنا هذا كلام لكننا فعلاً لا نأخذ الناس يقولون هناك مشكلة في موضوع المصاريف الإدارية هل ترى فيها مشكلة؟ يعني تقريباً نحن ننظر له ناحية شرعية شرعية ما يجوز؟ نحن كمجلس إدارة لما اجتمعنا وناقشنا هذا الموضوع على خلاف المجلس نفسه نحن خمسة مجلس إدارة ثلاثة رأي هنا لا ما نأخذ ثلاثة رأي هنا نأخذ ثلاثة رأي هنا نأخذ ثلاثة رأي هنا نأخذ ثلاثة نسبة إدارية والحمد لله ثلاثة نسبة الإدارية صفر صفر وصار تلغط طبعاً هناك جمعيات يتكلمون تخربون علينا نحن لا نشغل بأحد يحد زعل؟ أكيد هل تحصلون هذا السلوك في الجانب الخيري؟ أكيد تكلموني قالوا ليش سويت شديد ترى ذرنا كذا قلت والله مو قصد ذركم ولكننا نعلن حنا أصلاً إلى أن يعني الناس كانت تعليم ونحن نحن ما أعلن هذا الشيء إلا بعد ما انتشر بين الناس فصرت أسأل أقول نعم نحن ما نأخذ نسبة إدارية لكن بالأول ولا تكلمنا ولا شيء خاصة أن قانون المسموح يعني الشؤون تسمح نعش ونصب المية نعش ونصب المية ما بالعاملين عليها لكننا اللي رأينا ما تخذون إنما نحن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر